السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة اخبار الوظيفة مرحبا بكم فضلا وليس امرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم اي جديد اليوم ان شاء الله سنتحدث لكم في هذا الفيديو على واحد النقطة مهمة فيما يخوص المترشحين والمترشحات اللي ملقوش لأسماء ديالهم فيما يخوص مباراة متصرفين من الدرجة التالتة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة الفين ثلاثة عشرين كما كتعرفوا تاريخ الاختبار هو يوم ستاش مارس إذن كما قلت لكم يعني كان عديد من المترشحين ومترشحات النهار اللي تسجلوه في الموقع لقوا مشكل أثناء تحميل هذوك الملفات لهذا ربما يكون هذك والمشكل باش ملقوش اسم ديالهم في لوائح الانتقاء لكن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جاءت واحد الإعلان تعلم فيه المترشحين المترشحات الذين لم يتم قبول ملفات ترشيحهم لاجتهاد الاختبارات الكتابية الخاصة بمباراة توظيف متصرفين من الدرجة التالتة دورة 19 مارس من سنة 2023 أنه يمكنهم وضع طلبات استفسارهم تحمل الاسم والنسب الخاص بالمترشح ورقم بطاقة تعريفه الوطنية عبر البريد الإلكتروني الموافق لتخصصاتهم حسب الجدول أسفه يعني نعطي لكم كل تخصص بريد إلكتروني يعني عدت رسلوا هذا الطلب استفسار يعني شنو عايكم فهذا الطلب الاسم والنسب الخاص بالمترشح ورقم بطاقة تعريف الوطنية يعني الناس لما نلقوش الاسم ديالهم سواء تخصص الكيمياء أو العلم القانونية ثم علم اجتماع الاقتصاد التسيير التسويق المالية والمحاسبة رأي يمكن لكم تقدموها الطلب الاستفسار وتجدار لإشارة إلى أن فترات استقبال طلبات الاستفسار تمتد إلى غاية يوم الخميس 16 مارس من سنة 2023 إلى الساعة الثانية عشر زوالا كما سيتم الإعلان عنه اللوائح النهائية للمدعوين والبرمجة الزمنية المباراة يوم الجمعة 17 مارس من سنة 2023 بالموقع الإلكتروني للوزارة يعني رأي هاد المترشيحين المترشيحات اللي غد يقدموها الطالبات رأي تكون لائحة نهائية يوم الجمعة 17 مارس لهذا المترشيحين المترشيحات اللي ما لقوش الاسماء ديالهم خاصهم يقدموها الطلب الاستفسار قبل يوم 16 عفوا قبل يوم 17 مارس آخر أجل هو 16 مارس على الساعة الثانية عشر زوالا لأنه إذا قدمته الطلب بعد هذا التاريخ والتوقيت رأي ما يتقبلش الاستفسار ديالكم إذن هذا هو كل ما يخص عن هذا الموضوع المتعلق بوضع طالبات استفسار المترشيحين ومترشيحات اللي ما لقوش الاسماء في اللوائح الانتقاء الأولي رأي يمكنكم تقدموها الطلب تداءا من اليوم إلى غاية يوم الخميس آخر أجل هو 16 مارس على الساعة الثانية عشر في الآخر كنتمنى للفيديونا لإعجابكم وما تنسوش تدعمني باشتراك بالقوم وتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد والتوفيق والسلام